موسيقى نشرة أخبار الظهيرة من العراقية الرياضية نبدأها بالعناوين الشرطة يعطي صدارة دوري نجوم العراق والميناء يحسم دربي البصرة لصالحه موسيقى اليوم الكرخ يلاعب الطلبة والفريق القاسم يسضيف زاخو في ختام الجولة العشرين لدوري نجوم العراق موسيقى موسيقى بإقامة خمس مواجهات اليوم انطلاق المرحلة الثانية من دوري النخبة لكرة اليد موسيقى موسيقى انتر ميلان يفوز بسهولة على انبولي في الدوري الإيطالي واتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني موسيقى موسيقى اهلا بكم اعتلى فريق وشرطة صدارة دوري نجوم العراق بفوزه على الحدود بهدفين دون رد على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة العشرين من المسابقة عين على صدارة بهذا الشعار دخل الشرطة مبارته الأولى بالمرحلة الثانية أمام الحدود في ملعب الشعب وهو خال من المناصرين مؤمن سليمان يعلم بصعوبة المواجهة أمام الحدود بقيادة عاد النعمة وهو يقف في المركز الثامن والذي بدأ المباراة متكتلا بالدفاع الطلعات الهجومية للشرطة كانت واضحة من البداية حتى جاء الهدف الأول بأقدام أحسين علي قول أحسين علي يسجل لفريق الشرطة أول أداف المباراة أول أداف المباراة رد الحدود كان سريعا بهذه الكرة عن طريق مهاجمه كوستا والتي وقفت العارضة ندنا لها دون أن تدخل الشباك عاد الحدود ليهدد مرمى الشرطة مع بداية النصف الثاني ومن هذه الهجمة لكن دون أن تهتز الشباك العودة للمباراة كانت حاضرة في أذهان الفريق الأحمر الذي جدد الطلعات الهجومية بأقدام منتظر عادل لكن العمود وقف مع أهل الدار ووسط هذا الضغط قلب ميمي التوقعات وعزز تقدم الشرطة بالهدف الثاني بهذه الرأسية وأمانة بغداد يتعادل مع نفط ميسون والثاني الثاني الثاني هدف آخر هدف ثاني لفريق الشرطة مؤند علي ميمي مؤند علي ميمي بدخوله إلى المباراة يسجل هدف ثاني وبهذا الانتصار وصل الشرطة إلى الصدارة مشتركا مع القوة الجوية نمس واربعين نقطة عمد ركابي العراقي الرياضية أعرب مدرب الحدود عادل نعمة عن خيبة أمله بعدم تحقيق شيء أمام الشرطة وضياع الفرص فيما بارك لاعب فريق الشرطة على عبد الزهرة الفوز والصدارة لجماهير القيثارة مباراة أمس أنت تحافظ مضاعف لفريق الشرطة مباراة أمس اليوم تعني للشرطة مباراة صدارة نتكلم عن مباراة القوة الجوية ودوق نطعت محافظ كبير وانتكلمت في اللاعبين بهذا الخصوص وقلت لهم راح ينزلون الشرطة بكل ما يكون بكل أدواتهم يعني أربع مهاجمين كانوا أربع مهاجمين وجودة عالية والنوعية عالية والكوالت والفروقات واضحة بس أعتقد الفروقات واضحة بنيوعة اللاعبين بس بالملعب الفروقات مموجودة والدليل الشوط الثاني أحتقى السيطرة تامة كان ممكن بأي لحظة بالشوط الثاني كنا قريبين من تسجيل هدف التعادل لو متعاملين يعني باللمسة الأخيرة بدقة كان ممكن تطلع المباراة بالتعادل تعرفت الفريق المنافس لما يخسر أنت مطالب أنه تحقق نتيجة إيجابية حتى تكون دائما منافس على لقب الدوري فريقنا الحمد لله والشكور قدم مستوى مميز في المباراة تعرفت دائما بعد التوقف يكون تذبذب بالمستوى لكن الحمد لله والشكور فريقنا خاض معسكر تدريبي لمدة عشر تيام لعبنا مباريات ودية مع المنتخب الأولمبي ولعبنا مع نادي نفط البصرة أعتقد هذا المعسكر فادنا لأشوف الفريق يعني فورمة المباريات وهذا شيء إيجابي أنه يعني هرض لك لفري الحدود ومبروك لفري الشرطة ومهور ولعيبة وإدارة المباراة كانت طبعا فري الحدود جاء بيلعب زونو ويحاول في المساحات عملنا شوت أولاني كويس في نوعية تحركات ونوعية باص يعني لعيبة الحقيقة نفزت بشكل كبير يعني راضين عن الأداة مجود كبير عملناه شوت أول وشوت تاني تغييراتنا كمان الحمد لله كانت أدت بشكل كبير المشور طبعا لسه طويل يعني الحمد لله على وجودنا في الصدارة وإن شاء الله للمباراة اللي جاية بإذن الله نحقق أداء ونتيجة مرتين حقق فريق النفط الفوز على الكهرباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري نجوم العراق تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير مباراة ينقصها الحضور الجماهري فقط فقد حدث فيها كل شيء كروي جميل والحديث هنا عن لقاء النفط بالكهرباء في الجولة العشرين لدور نجوم العراق فمنذ بداية المباراة تبادل الطرفين المحاولات فيما بينهما حتى تقدم النفط عبر أوكيكي من ركلة جزاء ردها على العبادي لكن التوفيق كان حاضرا للمهاجم الأفريقي فيما انتفض الكهرباء فأدرك التعادل آخر دقائق الشوط الأول عبر مهيم سليم من ركلة جزاء نفذها بججاح شوط المباراة الثاني شهد سيناريو آخر أفضلية للنفط ترجمت بهدف رائع عبر أوكيكي وبينما كان الكهرباء يحاول تدارك الموقف أضاف نيدفريكي ثالث أهداف النفط الأمر الذي حفز جهاز الفني للكهرباء ولاعبيه للعودة للمباراة بجدية أكبر لكنهم لم يحققوا ما أرادوا سوى تقليص الفارق عبر رفيق أمينو لتنتهي المباراة بثلاثية نفطية مقابل هدفين للكهرباء بهذه النتيجة ارتفع رصيد النفط إلى ثلاثين نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة السادسة والعشرين في المركز الثاني عشر أرشد العطار العراقية الرياضية عبر مدرب النفط باسم قاسم عن سعادته بالفوز على الكهرباء في جولة العشرين لدوري نجوم العراق نحن لعبنا المباراة بمضباط تكتيك عالي على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم من ناحية الدفاعية والناحية الهجومية وفقنا وحتى في الشوطة لو كانوا ممكن نطلعوا 1-0 من الخمس ثواني الأخيرة اللي خطأ ما يستوجب عادة المباراة لأضرب الجزاء دخلنا بتغيير باسلوبنا بشوطة ثانية لعبنا باسلوبين لأننا دائما من اسلوب المرن القابل للتحوير بدون أن يكلفك بدائل ولذلك كانت كفتنا أرجح حتى مع تقدمنا بثلاثة أهداف كان ممكن نروح من خلال انفرادة لأربعة أهداف فيما أبدى المدرب المساعد لفريق الكهرباء أسامى علي عن رضاه من أداء فريقه رغم الخسارة ثلاثية أمام النفط بداية الحمد لله على كل حال يعني اليوم فريقنا يعني أدى من الدقيقة الأولى لحد نهاية المباراة حقيقة محيازة ومسيد المباراة ونلعب شون ما نحب متوازعين صح أعتقد أنه سبب الأول بالنتيجة هي يعني سوء التوفيق بالدرجة الأولى يعني حصلنا أكثر من فرصة إضافة لأنه يعني بعض الغفلات الفردية ممكن نتأديها هي كرة قدب إحنا فرحانين على أداء يعني حزين على النتيجة لأن ما نستحق حقق فريق الميناء فوزا ثمين على فريق نفط البصرة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الميناء ضمن الجولة العشرية لدوري نجوم العراق تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير أي طريق سيسلكه دير بالبصرة هل سيكون أزرقا أم أبيضا ومن سيظفر بثلاث نقاط افتتاح المرحلة الثانية ملعب السفينة كان أرضا لنفط البصرة أما الميناء حل ضيفا على ملعبه مهند قاسم منح الفرسان ركلة جزاء ولكن الفار لم يصادق عليها لتتحول البوصلة إلى المعسكر الآخر خطأ ارتكبه الحارس كميل سعدي ليكون للفار كلمة الفصل باحتساب ركلة جزاء للسفانة سجل منها محمد جبار شوكان هدف التقدم أشريعة الملعب ارتفعت عاليا والمبحرون كثر ولكن المباراة لا تقبل إلا براكب واحد الألوان اختلطت في الشوط الثاني وعلى المدرجات الأزرق طاغ وفي النهاية احتفظت المباراة بلون واحد إنه الأزرق أمشي تطبيق الواجبات والحمد لله فريقنا طبق الواجبات لكن اللي ما راضي عليها أني صدرني يعني اللي ما راضي عليها أنه صارت بعض العنانية بالفريق اللي كان ممكن نسجل سكور عالي من الأهداف ضربة الجزاء اللي كانت حسبت أنه ممكن كان حسمة اللقاء وكانت رجحت كفتنا وممكن ننفوز بالمباراة لكن سبحان الله ما يعني ما عرف يعني التقدير هذا اللي نقول الحكم المباراة هو يعني اللي راح يقيم هذه الحالة الحمد لله وشكرا عن النتيجة مبروك للميناء هارد لك إنه إن شاء الله عندنا مباراة نعوذ بيها شوط لهم ما اتشلنا بالمستوى المطلوب شوط لهم قدمنا حصلنا على فرص الحمد لله وشكرا القاعد من مبضل في الختام كان الميناء هو الفائز ليتمسك حسن أحمد بأحلامه التي بدت واقعا من المصر طارق الطربوش العراقية الرياضية تعادل فريق نفط الوسط مع ضيف فريق أربيل بهدف لكل منهما والتي أقيمت على ملعب النجف الدولي ضمن جولة العشرين من دوري نجوم العراق انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل أربيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح أمجد راضي بالدقيقة الثامنة وثمانين وعادل نفط الوسط النتيجة في الدقيقة الخامسة والتسعين عن طريق أحمد عبد الحسين حقق فريق نوروز فوزا كبيرا على كربلا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير في الجولة العشرين من دوري نجوم العراق في أول مواجهة لهما من المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق التقى فريقا نوروز بالقميص الأبيض نظيره الكربلائي على ملعب الأخير شوط بدأ بضغط متواصل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والعشرين لحت فرصة لهدف محقق أباعها ماز فياض في الدقيقة الثامنة والعشرين ضاعت فرصة أخرى أما الدقيقة الثلاثون فقد ابتسمت للعميد ليحقق هدفه الأول عن طريق اللاعب علي صالح الضيوف لم يستسلموا فقد أدركوا التعادل من كرة ميتة تمكن محمد دلاور من وضعها في الشباك ضربة جزائل لكربلاء أباعها سجاد رعد لينتهي الشوط بالتعادل نحن ممأشرين على أخطاءنا إن شاء الله لا تتكرب المباراة لأن هذا الخط الدفاع الآن هذه الثاني مباراة يلعبوا لعبنا مع كهرباء وهذه مع كربلاء مرحلة كاملة تقريبا ما لعبين الياقة البدنية ممكن تخونه التركيز ممكن يخونه الشوط الثاني بدأ مختلفا عن سابقه لعب منظم لنوروز وتماسك لخطوطه في الدقائق الأولى حقق هدف التقدم بواسطة اللاعب أحمد محمود بعدها بعشر دقائق حقق الهدف الثالث اللاعب إبراهيم توميو هجمات متبادلة للفريقين تمكن أوس محمود من تقليص الفارق في الدقيقة السادسة والثمانين وفي الوقت الذي حاول فيه كربلاء إدراك التعادل تحصل الضيوف على ركلة الجزاء نجح توميو في تسجيل الهدف الرابع منها لتنتهي المباراة باستمرار تفوق فرق الشمال على نادي كربلاء في جميع المواجهات ممكن ضربة الجزاء ممكن صار تحول بالمباراة فريقنا أدى رجع بالمباراة تسجيلنا هدف الثاني وكنا ممكن أن نصل لنقطة التعادل حيدر الحاج العراقية الرياضية كربلاء المقدسة تختتم اليوم منافسات الجولة العشرين لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد وكربلاء حيث يحتضن ملعب الكرخ مباراة فريق الكرخ وضيفه فريق الطلبة ويحتل فريق الكرخ حاليا المركز السادس عشر برصيد ثماني عشرة نقطة فيما يحتل الطلبة المركز الثامن برصيد ثلاثين نقطة وفي ختام مباريات الجولة يحتضن ملعب كربلاء الدولي مباراة فريق القاسم وضيفه زاخو ويحتل فريق القاسم حاليا المركز التاسع عشر برصيد اثنتين عشرة نقطة فيما يحتل زاخو المركز الثالث برصيد اثنتين وثلاثين نقطة ضمن دوري الدرجة الثانية لكرة القدم حقق فريق اليقضى الديواني الفوز على فريق بابل بهدفين لهدف واحد على ملعب الكفل بمحافظة بابل تفاصيل اوفاء في سياق هذا التقرير ضمن دوري الدرجة الثانية العراق بكرة القدم حل نادي اليقطب من الديوانية ضيفا على نادي بابل الشوط الاول من المباراة كانت فيه مبادرة التسجيل لصالح بابل حيث سجل هدفه الاول في الدقيقة الحادية عشر لتستمر الهجمات من الطرفين حتى جاء اليقضى بهدف التعادل لينتهي به الشوط الاول الشوط الاول ما كنا بالمستوى المطلوب صححنا الاخطاء اللي بالشوط الاول اول ربع ساعة اجي قول علينا من خطأ بين المدافع والحارس وعالجنا الاخطاء ببداية الشوط وقوضنا التعادل والحمد لله والشكر الشوط الثاني ادنا اوراق رابحة وان شاء الله نعوض في الشوط الثاني استمرت الهجمات من الفريقين مع تحسن واضح باداء اليقضى مكانه من تسجيل هدفه الثاني ويحصد نقاط المباراة الثلاث لصالحه انا اول مهمة تدريبية كان الفريق فريق منظم فريق بابل يعني فريق محترم يلعب كرة حديثة احنا الحقيقة عدنا عامل الخبرة توفقنا عليها بهذا الجانب اتمنى انه يكون هذا التنظيم متوفر بكل المحافظات التنظيم رائع مشرفين حكام احنا نشكر الاتحاد على الفرصة اللي يخلونا نقدر نوصل لها المرحلة اليوم مثل ما تعرفون هي اول مباراة في المرحلة الثانية للتأهيل الاولى ضيعنا الكثير من الفرص بالشوط الاول وحتى بالشوط الثاني تعرف ان الفريق اللي لا يستغل الفرص هو دائما يخسر المباراة لعبنا امام فريق منظم جيد لكن كان مقدورنا ان نخرج بثلاث نقاط بسهولة لكن ضيع الفرص وادى الى خسارة المباراة مو نهات المطاف عندنا مبارايات متبقية جاي ان شاء الله الفريق ان شاء الله فريقنا جاهز وقادر ان يتجاوز هاي المرحلة بنجاح ان شاء الله والف مبروك للكاتر التدريب واللاعبين وهارب لك لفريق بابل الابطال قدمه مباراة حلوة والحمد لله والشكر على كل شيء نادي بابل افتتح هذه المرحلة بفقدانه ثلاث نقاط مهمة وعليه الاجتهاد في المباراة القادمة ليبقى ينافس على المراكز الاولى من بابل ايمان محمد العراقية الرياضية تاهل فريق والشرطة الى نصف نهاء بطولة كأس العراق بعد تغلبه على فريق غاز الشمال بمائة وتسع نقاط مقابل احدى وخمسين في المباراة التي اقيمت على قاعة ملعب الشعب الدولي ليلتحق فريق الشرطة بركب المتأهلين الى جانب فريق الدفاع الجوي ودجل الجامعة وفريق الحل حيث ستقام مباراة نصف النهائي يومي الجمعة والاحد المقبلين تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري النقبة لكرة اليد اذ يستقبل الشرطة فريق ذيقار في قاعة الجيش في حين يستقبل الطلبة فريق الكوت في قاعة النشاط الرياضي وتستضيف قاعة الجيش مواجهة اصحاب الارض امام نفط ميسان اما فريق الحجد فسيستضيف نفط البصرة في قاعة نادي الكرخ وتختتم مباريات اليوم مواجهة الكرخ امام كربلا في قاعة نادي الكرخ التقى وزير الشباب والرياضة احمد البرقع المنتخب الوطني للصم بالعاب القوى واعضاء اتحاد اللعبة واستعرض الوفد انجازات الفرق الوطنية بالعاب القوى فضلا عن ما يعانوه من صعوبات وتحديات يومية لاجل التحضير واكد الانبرقع ان الوزارة ستوفر الدعم اللازم للاستمرار في التحضيرات للبطولات المقبلة من خلال تخصيص ملعب يلب احتياجاتهم اضافة الى تكريم مادي يعزز من ثقتهم بما يحققون من ميداليات ملونة مبينا ان الوزارة لن تتأخر في دعم الاتحادات صاحبة الانجازات ليكون لها الحافز لتقديم الافضل في الاستحقاقات الدولية النشر موسيقى